يا ست هدى السلام عليكم وعليكم السلامة وحبت الله وبركاته اتفضلي يا ستي ازايك يا شيخنا بحب البيت لله سلامك الله من كل سنة بكره عندي كم سنة يا هدى الحمد لله عندي كم سنة ستاشر ستاشر أحبك الله الذي أحببتني فيه وأسأل الله أن يفرح قلبك وأن يسطر عرضك وأن يحقق أملك وأن يفرح قلبك قولي سؤالك يا ست هدى بس أنا كنت عايزة بس أسأل عن فضل سورة الواقعة حاضر حاضر يا ستي والقرآن ينفع أنه هو يتقرى من غير وضوء القرآن ينفع يتقرى من غير وضوء حاضر حاضر يا ستي حاضر يا ستي حاضر يا ستي طيب ست هدى ربنا يبارك فيها ويحفظها بفرح أنا قوي ستاشر سنة ده السن اللي الشيطان بيغوى قوي اللي هو أنت وحضراتكم بتقول عليه سن المراهقة والإسلام بيسميه سنها أيوة سن الهداية إن شاء الله من السن المراهقة علشان كده احنا عايزين نعلم ولادنا بقى احنا عندنا بنعمل طرطة للعيل كل سنة والإسلام بيقولك اعمل له طرطة بس لما يوصل سبع سنين اعمل له طرطة كبيرة وكتب له الآن أمرت أن تلتزم بالصلاة اربط الفرح بالدين وبالعبادة ستي هدى بتسأل على فضل صورة الواقعة يا هدى من التزم صورة الواقعة لا يشعر بفقر أبدا ولا بفاقة سيدنا عبد الله بن مسعود يا هدهد حضرت الوفاة فبيقولوا له وصل بناتك ما كانش عنده صوبيان فقال لهم لا أنا مش خايفة على بناتي ليه؟ قال لهم أنا علمتهم صورة الواقعة اللي النبي قال إن هي اللي بيدوم عليها وبيدمنها وبيقراها لا تصيبه فاقة أبدا يعني فقر أبدا خدي بالك طب المدوم عليها إمتى أفضل شيء أن تبدأ بصورة الواقعة يومك بعد ما تصلي على سيدنا الحبيب تكسر من الصلاة على النبي 10-15-20 مرة وبعدين تقرأ إذا وقعت الواقعة وده سر والله يا سادة كل مرة وأنا جاي على حلقة إني قريب ونركب العربية كده أشتغل إذا وقعت الواقعة ليس لي وقعتها كاذبة ولما خلص أقول إيه اللهم افتح لي الأبواب ويسر لي الأمور واجعل لي القبول اللهم إنك تعلم أني عبد وأن ترب فاجد علي بما عندك يا ربي بما تجود به على عبدك اجعل في لساني قولا صوابا وفي قلبي إخلاصا وتوفيقا اللهم افتح لي مغاليق الأمور ومغاليق القلوب فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يمكن بيفتح لنا خلاص طيب القرآن من غير وضوء يجوز ما فيش بأس فيه خالص طيب إما للأفضل قدمها تقرأ القرآن للتعبد أن تكوني على وضوء طيب إما للآية اللي بتقول لا يمسه إلا المطهرون لا يقصدوا بها الوضوء إنما يقصدوا بها الطهارة من الحدث الأكبر يعني إيه؟ يعني الجنوب ما يمسش القرآن وقيل إن الطهارة هنا والنجاسة أمر معنوي وليس أمر جسماني يعني إيه؟ يعني المشرك ما يمسش القرآن الكريم لكن يجوز لكن لو عايزة تأخذ بقى درجة الامتياز يهودا يبقى إيه؟ تتوضي وتعود في مكان هادئ كده وتفتح المصحف كمان بلاش الموبايل لأن النظر في المصحف عبادة طيب ومن الموبايل جائز ولا شيء في ذلك مطلقا تعالوا نطلع للمساعدة